نبدأ حلقة النهاردة والحقيقة يمكن على مدار مش بس الايام اللي فاتت على مدار الاسابيع الاخيرة وحتى قبل انتهاء الدولة جماهير النادي الاهلي شغلة نفسها بشكل كبير جدا بالصفقات وباسم الجهاز الفني او المدير الفني الجديد للنادي الاهلي وانا عارف طبعا وانتوا عارفين انه يمكن اسماء كتير جدا جدا انطرحت سواء على مستوى اللاعبين من برا مصر او من جوا مصر واسماء عدد اكبر من المديرين الفنيين اللي تم الاعلان طبعا على قنوات غير رسمية او منصات غير رسمية ان هما هتولوا مسؤولية النادي الاهلي وانا الحقيقة ناس كتير جدا بتسألني بشكل مباشر لكن زي ما تعودنا وزي ما عودتنا وعودتكم بقناة النادي الاهلي احنا ما بنتكلمش هنا غير في الاكيد والمؤكد بمعنى انه راجع حضرتك كده كام اسم الترح عليك وطبعا انا عارف في ناس كتير جدا خليني اقول بالتاجر برغبة جماهير النادي الاهلي المحمومة يمكن فانها تعرف مين هو المدير الفني اللي هتولى المسؤولية مين هي الصفقات الجديدة وانت اكيد سمعت وانت اكيد بتجري بشكل كبير جدا على اي عنوان يشدك انك تعرف اسم لعب جديد او اسمه مدير فن جديد لكن الاهلي او قناة الاهلي عودتنا وعودت حضراتكم ان احنا ما بنقولش هنا غير الاكيد والمؤكد اللي هتعرفه بشكل قاطع ونهائي بعد ما يتم اجراء كل الخطوات اللازمة لانهاء التعاقد سواء مع لاعب او مع مدير فن